اشتركوا في القناة حدثت طفيل قال قدمت مكة فما إن رأيني سادة قريش حتى أقبلوا علي فرحبوا بي وأكرموني ثم اجتمع إلي سادتهم وكبرأهم وقالوا يا طفيل إنك قد قدمت إلى بلادنا وهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قد أفسد أمرنا ومزق شملنا ونحن إنما نخشى أن يحل بك وبزعامتك في قومك ما قد حل بنا فلا تكلم الرجل ولا تسمعن منه شيئا فإن له قولا كالسحر يفرق بين الولد وأبيه وبين الأخي وأخيه وبين الزوجة وزوجها قالت طفيل فوالله ما زالوا يقصون علي من غرائب أخباره ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب أفعاليه حتى أجمعت أمري على ألا أقترب منه ولا أكلمه أو أسمع منه شيئا ولما غضوت إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرق بأصنامها التي كنا إليها نحج حشوت في أذني قطنا خوفا من أن يلامس سمعي شيئا من قول محمد لكن ما إن دخلت المسجد حتى وجدته قائمة يصلي عند الكعبة صلاة غير صلاتنا ويتعبد عبادة غير عبادتنا فأصرني منظره وهزتني عبادته ووجدت نفسي أدنو منه شيئا فشيئا حتى على غير قصد مني حتى أصبحت قريبا منه وأبى الله إلا أن يصل إلى سمعي بعض مما يقول فسمعت كلاما حسنا وقلت في نفسي إنك لرجل لبيب شاعر وما يخفى عليك الحسن من القبيح فما يمنعك أن تسمع من الرجل ما يقول فإذا كان الذي أتى به حسنا قبلته وإن كان قبيحا ترقته فعرض علي أمره وقرأ علي سورة الإخلاص والفلق فوالله ما سمعت قولا أحسن من قوله ولا رأيت أمرا أعدل من أمره عند ذلك بسطت يدي له وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ودخلت في الإسلام قال الطفيل ثم قمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام وحفظت فيه ما تيسر من القرآن ولما عزمت العودة إلى قومي قلت يا رسول الله إني امرئ مطاع في عشيرتي وإني راجع إليهم ودعيهم إلى الإسلام ولما آلت الخلافة من بعده إلى صاحبه الصديق وضع الطفيل نفسه وسيفه وولده في طاعة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما نشبت حروب الردة نفر الطفيل في طالعة جيش المسلمين لحرب مسالمة الكذاب ومعه ابنه عمر وفيما هو في طريقه إلى اليمامة رأى رؤيا فقال لأصحابه إني رأيت رؤيا فعبروها لي فقالوا وما رأيت قال رأيت أن رأسي قد حلق وأن طائر خرج من فمي وأن امرأة أدخلتني في بطنها وأن بني عمر جعل يطلبني حثيثا لكنه حيلا بيني وبينه فقالوا خيرا فقال أما أنا والله لقد أولتها أما حلق رأسي فذلك إنه يقطع وأما الطائر الذي خرج من فمي فهو روحي وأما المرأة التي أدخلتني في بطنها فهي الأرض تحفر لي فأدفن في جوفها وإني لأرجو أن أقتل شهيدا وأما طلب ابني لي فهو يعني أنه يطلب الشهادة التي سأحضي بها إذ أذن الله لكنه يدركها فيما بعد وفي معركة اليمامة أبل السحبي الجليل طفيل بن عمر الدوسي أعظم بلاء حتى خر صريعا شهيدا على أرض المعرقة وأما ابنه عمر فما زال يقاتل حتى أثخنته الجراح وقطعت كفه اليمنى فعاد إلى المدينة مخلفا على أرض اليمامة أباه ويده ظل حلم الشهادة يلوح العمر منذ فارق أباه فلما كانت معركة اليرموك بادر إليها عمر مع المبادرين وما زال يقاتل حتى أدرك الشهادة التي مناها بها أبوه رحم الله طفيل بن عمر الدوسي فهو الشهيد وأبو الشهيد شوفي بيقول إيه ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام يبقى رقم واحد تتعلم دينك رقم اثنين وحفظت ما تيسر لي من القرآن يبقى رقم اثنين بعد ما تتعلم الدين تحفظ القرآن ورقم ثلاثة ولما عزمت على العودة إلى القومي قلت يا رسول الله إن مرء مطاعم في عشرتي يعني أول حاجة فكر فيها بعد ما تعلم دينه والتعلم القرآن هو إنه إيه يدعو قومه طب إيه الطريقة اللي هو دعا بها قومه إنه قال لهم لأ أنا اختلفت أنا مش زي ما أنا أنا بقيت واحد تاني فإحنا كده مش هينفع نتعمل مع بعض تيب تروحي في مكان أنا ما بروحوش أنت بتحب حاجة الحاجة دي بقت حرام فكده مش هينفع إن إحنا نعيش مع بعض زي ما كنا عاشين الأول يعني حط حدود فهم الناس اللي يداموا إنه بقى شخص مختلف وعندنا حاجة حرام وبنقعد في وسط ناس يعني ما عندهم مشو الحاجة دي حرام فبتعمل لنا يعني زي بتقولي خجل وبنبقى زعلانين وحاسين إن إحنا كده مانبوزين وحاسين إن إحنا مختلفين والإحساس ده بيضايقنا خصوصا يعني الشباب الصغير مننا وكده لما بيبقى ملتزم في وسط بيئة مش ملتزمة هو بيحس بالإحساس ده ويبيحس إنه هو مختلف وللأسف الاختلاف ده بيضايقه بس آآ الطفيل ما كانش مدايق من اختلافه بالعكس كان أحاسس إنه هو الاختلاف الأحسن مش الاختلاف للأسوأ فكان بيتكلم بثقة جدا في آآ في طريقته وفي منهجه الجديد اللي هو اتتبعه وكمان آآ شايف إنه هو منهج صحيح فكمان عايز يدعو للأخرين فإما كناش هندعو يا جماعة الناس اللي حوالينا للمنهج الصحيح الإسلامي سديني إحنا هنتأثر بهم وهنبقى أسوأ منهم كمان منهج الطفيل في عرض الإسلام على أهله كان منهج متدرج وفي صبر استمر في جهاده وفي دعوته لم يتوقف أبدا وكان بيستخدم أساليب مختلفة مرة طرب من ربنا آية ومرة تانية استخدم طريق التحطيم الصنم قدامهم عشان يذهب من قلوبهم الخوف من الأسطنم دي وإن هي بيقنعهم بشكل عملي إن هي لا تضر ولا تنفع فهو يعني شايل هم أهله وبيحبهم وبيحبلهم الخير فحريص إنه هو يعلمهم دينهم بطرق مختلفة ويوصلهم الفكرة بطرق مختلفة باللين بالحجة بتغيير الأفكار اللي عندهم باستخدام أساليب في إقناعهم ومع الاستمرارية والصبر عليهم والنبي عليه السلام ده أنا برضو مثال وقضوة إزاي نتعامل مع الناس اللي مش عايزين يعني يستجيبوا للدعوة إنه إحنا نقوم ونطوضق ونصلي وندعي لهم من غير عمف ما فيش إتهمات ما فيش زعل ما فيش للنس مش عايزة تؤمن آآ ما فيش دجر منهم ما فيش اتهمهم بإن أنتوا كفارة وأنوا وحشين وأنوا مش عايزين تتابعوا الحق وأنوا يعني الطريقة اللي فيها عمف دي ما تنفعش خالص في الدعوة لأن الدعوة هي مقامها الرحمة اللي ممكن تاني ناخده عبرة هي أن الإسلام بيغير الإنسان فبيغير اعتقاداته وبيغير مشاعره تجاه الناس اللي حواليه فالمفروض أن هواكي يتطابق مع اعتقادك فالمفروض أن أنت بتحب ربنا سبحانه وتعالى فالطبيعي يعني كنت تكوني بتكرهي أهل الكفر بتكرهي الفسوق بتكرهي العصيان ممكن ناخد كمان أن الصحابة كانوا كل واحد بيبقى ليه دور في حتة معينة بيهتم بيه منهم اللي كان بيهتم بتأكل فقراء منهم اللي كان بيهتم بالدعوة منهم اللي كان بيهتم بالقرآن ويعتني به فكل واحد كده زي بتقولي كده بياخد حتة كده في الإسلام بيشوف أنها مهمة وبيبتدي أنه يركز اهتمامه عليها ويقوم هو بالدور فيها احنا كمان عايزين نقلد الصحابة في الحتة دي كل واحدة فينا تختار آآ حتة كده في الإسلام هي شايفة أنها مهمة وتبرع فيها وتهتم بيها مثلا عندها القدرة على حفظ القرآن وتعليمه تمشي في السكة دي اللي عندها قدرة على أن هي تمشي في الدعوة وتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى تعمل الموضوع دوت اللي عندها القدرة المادية على أنها وعندها علاقات بالناس اللي حواليها وكده يلا جمعي من كل واحد مبلغ كل شهر ويعملي أطعام كل شهر آآ للفقراء كل واحد يمسك جانب من جوانب الدين ويدي له اهتمام يعني نشغل نفسنا شوية بقضية الدين مش كل حاجة يعني آآ بيتي وعيالي وجوزي وشغري وفلوسي يعني لأ إحنا حسن إحنا بنهتم قوي بتفاصيل الدنيا وبننسى آآ دورنا في دين يعني إحنا الإسلام له حق علينا زي ما هو وصلنا لازم إحنا كمان نوصله لغرنا بس بداية كده أول ما تسمعي كده كلمتين في دين تعرفي إن كنتي لازم تتعلمي لأول دينك صح الأول يعني بتدي بنفسك كنتي الأول وبعد كده تبتدي بقى تشوفي دورك اللي ممكن تعديمي للإسلام إذا حسنتي بصعوبة في الموضوع الطلب العلم ده آآ استعني بالله قولوا يا ربنا أنا عايزة أتعلم ديني يا رب وعايزة يعني أعمل حاجة للإسلام بس أنا مش عارفة يا رب أعمل هي يعني استعني بالله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيوجهك الوجهة الصحيحة إن شاء الله آآ جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته